طيبا مشاهدنا اكرام مهلا بكم لتفاصيل نشرة الثامنة من قناة الموريتانية والتي يرافقني فيها بلغة رشارة زميلي سلمو ليحفو اجتبعت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا مساء اليوم تحت رئاسة الوزير الأولى السيد اسماعيل والبدو للشيخ سيديا ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ القزواني رؤساء لجان الفرعية وتقديمهم للحصيلة الأولية لأسبوعين من الحجر الصحي للمسافرين الوافدين من دول تفشى فيها المرض وبعد زيارة ميدانية لأماكن الحجز وبعد أسبوع من حظر التجوال والتحسيس المستمر للوقاة من الوباء تم خلال الاجتماع تقييم مالي عمليات الحجر الصحي والإجراءات الاحتراسية التي تم اتخاذها لمحاصرة تفشي الفيروس وتلك التي ستتخذ لاحقا مع تطورات الوضع الداخلي والخارجي واستفحال الأزمة عالميا ومتابعة تطور الوضع العام في البلاد وقد بلغت ديناميكية العمل ذروتها هذه الأيام حين وغلقت مدينة كيهيدي ونواكشوت وتم فرض الحجر على سكان كل ولاية داخلها وقد تم كذلك خلال الاجتماع لاطلاع على مدى تقدم العمل في تنفيذ رسمة الإجراءات المرافقة الهادفة لتخفيف المعاناة الناجمة عن الحجر الصحي عن جزء كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة وخلص الاجتماع إلى فتح تفتيش دقيق في أسباب وحيثيات وفاة المرحومة بإذن الله السيدة ماريام سانغو والتي كانت تحت الحجر تمديد مدة الحجر الصحي ويعني هذا القرار 1131 شخصا إقرار تحفيز خاص للطواقم الطبية وقوات الأمن إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات في عمليات التوعية والتحسيس بشكل فعلي الصرامة في تطبيق حظر كل أنواع التجمع تقوية التنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة انتشار الوباء تخصيص طاقة من صحي متكامل لمتابعة الأشخاص الموجودين تحت الحجر الصحي مع الجهزية للتدخل بالإسعاف عند الاقتضاء فتح مستشفى جديد مجهز من مئة سرير خاص لحجز من يشتبه فيهم وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 اشتركوا في القناة